بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الحلقة النهاردة عن ظاهرة يعني بعض البنات بعتولي بس قبل ما نبدأ الفيديو هنعمل لايك ونعمل اشتراك ونفعل القرص في بنات كتير بعتتلي قالتلي ان هي عندها زيادة زيادة ماية كتير في جسمها وان عندها انتفخات تحت العين وعندها رجليها ساعات بتورم وهما معظمهم عيال صغيرة يعني سنهم مش كبير مثلا عشان نقول لان الظاهرة دي ممكن بتحصل في كبار سن شوية من انها تحصل في سن العشرين الخمسة وعشرين التلاتين فطبعا ده بيرجع طبعا لعادات الاكل السيئة اللي هما بيكلوها والاكل اللي مش صحي فانا عايزة اوصل معلومة اني يعني اوصل لهم معلومة بقى عشان عما يشوفوا الفيديو كمان يبقوا يتابعوا معايا ان ممكن يكون السبب الاساسي وده اكيد يعني من ان عندك انتفخات تحت العين اللي انت دايما بتعاني منها دي ومش عارفة لها عليك وان انت جسمك ساعات بيبقى منفوخ ورجلك ساعات بتبقى مورمة بيبقى سببها زيادة ميا جوه جسمك والسبب الاساسي انك بتاكلي سكريات كتير وبتاكلي ملح كتير حاجات فيها ملح كتير حاجات حدقة وبتاكلي موالح كتير فاحنا طبعا عشان نقدر نخلي الظاهرة دي ما تبقاش موجودة ونعالجها احنا يعني على قد ما نقدر يعني في اننا نغير عدد اكلنا ان احنا نتخلص من المياه الزيادة في جسمنا دي عن طريق ايه بقى؟ عن طريق ان احنا نقلل الموالح اللي احنا بنكلها يعني مش هقولك ما تكليش لا قليليها شوية وما نزودش الملح في الاكل وحتى لو استعملنا ملح ممكن نستعمل الملح الصحي لو احنا رجعنا شوية للفيديوهات كده هلا تلاقوا فيديو انا منزلة فيه ملح صحي نسبة السوديوم فيه حاجة واربعين في المية اما الملح اللي احنا بنجيبه العادي ده نسبة السوديوم فيه هتلاقى 100% ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا كتير والمرشروب اللي انا كنت اقيل عليه اللي هو بتاع اللي باني اللي باني تدكر تنقعيه وتسيبيه اربع خمس ست ساعات كده وتروح يضربه في الخلاط وتصفيه وتشربه ميته قبل الاكل ده على فكرة بينزل برضو المية من الجسم الشاي بينزل المية من الجسم التوم بينزل المية من الجسم وبعدين التوم كمان مضاد ضحاوي وبيقضي على الالتهابات وبيضيع اي امراض في الجسم وبيقلل الضغط وبيقلل السكر بالنسبة للهو مقبار شوية البقدونس مشروب البقدونس كمان حلو جدا بينزل المية من الجسم الصلطة الصلطة حلوة جدا لو احنا كلنا صلطة بتنزل المية من الجسم فكل الحاجات دي مجتمعة مع بعديها لو احنا حاولنا نعدلها على قد ما نقدر حنقدر بحاجة بسيطة خالص اللي هي تعديل اكلك وتقليل الموالح والملح والحاجات دي كلها ان انا اضبط موضوع انت في خط تحت العين اللي بتدايق بنات كتير وبتخلي شكل وشها واحش وشكل بشرتها مش حلو وبتحاول فيها كتير وتقعد تعمل ماسكات وتقعد تعمل كمادات ومش عارف ايه لكن لا هي لها سبب عضوي جوا جسمك ان انت تقليل الملح وتقليل السوديوم اللي انت بتدخليه جوا جسمك تقليلي الاملاح اللي انت بتكليها تقليلي السكر السكر ده اهم حاجة لو قلق السكر اللي احنا بتاخده ده لو احنا قللناه اكيد اكيد ان الظاهرة دي هتروح خالص في حاجة كمان هقولكو عليها فيه كمان البسكوت البسكوت ده بقى بنات حلو برضو جدا لما يكون يحس نفسك عايزة تكلي حاجة مسكرة وما انتش عايزة تكلي حاجة بقى مسكرة عشان ما تزودش وزنك وما تدخلش مياه في جسمك وما تتعبكيش كده وتخلي عندك انت في خد تحت العين والكلام ده كله وبتعملي رجيم بقى ومش ما انتش عايزة ان انت تضيعي رجيم بتاعك فالبسكوت ده برضو بالشوفان حلو جدا انا جبت انواع كتيرة جدا ما عجبتنيش لكن ده حلو قوي قوي ده بالحبة بالحبوب الكاملة متعددة الحبوب هي حلو قوي ده شكله في كل الحبوب اللي تتخيليها حلو جدا ومش هيديكي اي سكريات مش هيزود جسمك بالعكس ده الشوفان اللي فيه بيديكي احساس بالشبع والسكريات اللي فيه دي كلها لايت ما فيهاش اي مشكلة مش هتتخزن في جسمك زي السكر لبيض اللي احنا بنقول اللي عليه وبنحذر منه بس ان شاء الله باذن الله يعني وكده الفيديو خلاص خلص ان شاء الله لو مشينا على كل التعليمات دي باذن الله اه كل حاجة هتتزبط في الجسم ان شاء الله ومش هيبقى فيه انت في خط تحت العين مش هيبقى فيه ورن في الرجل ومش هيبقى فيه ميات زيادة في الجسم اه كده الفيديو بتاعنا خلص سلام عليكم